موسيقى أحباء المشاهدين رح بيكون بلقاء جديد من بلا قيوب موضوع اليوم شو هي الأسباب يلي بتخلينا نخسر قوتنا داخلية إذا في شي واحد كلنا منكره بنفس القوة هو الضعف لأن الضعف دايما بيجيب معه شعور بالنقص والعجز والشعور بالضعف بيخلينا نحس بالغربة عن الناس بيخلق جواتنا خوف وأحيانا كتير بيخلق عنا غضب حتى على أنفسنا كلنا منعرف أنه الضعف هو مرادف الفشل أي نجاح بالنسبة لنا بده قوة معظم الناس بيشوفوا اليوم أنه القوة أهم شيء بالحياة وأعظم إيمي بطريقة من الطرق كلنا منحس أنه القوة تعطينا شعور بالأمان مصرياتنا قوية نحن بخير في ناس بيفكروا عضلاتي قوية أنا بخير من كم سنة كنا نشوف النظام العالمي مقصوم بين قوتين سمعناهن عظميين القوتين العظميين أمريكا والاتحاد السوفيتي وكأنه باقي العالم كله ما له حساب برياضة منصنف أقوى فريق أقوى لعيب وكأنه كل البقيين مجرد أكسسوار بخدمة البطل بالبيت الأهل بيقولوا ابني شخصيته قوية ابني شخصيته شوي ضعيفة شوي شخصيته ضعيفة يعني منقول شوي حتى ما نخلي الناس يعرفوا قدي خيبتنا كبيرة وقدي نحن مقهورين أنه عنا ولد بالبيت شخصيته ضعيفة العالم كله بيصير مقصوم بين فئتين الضعاف والقوية بتذكر لما كنا بصفوف الابتدائية كانوا حتى يقصمونا لشعب شعبة التلاميذ الضعاف وشعبة التلاميذ القوية ما رح ألكم أنا بأي شعبي كنت حتى جوات الصف نفسه كان في جهة الكسلانين وجهة الشاطرين بتمنى أنه ولا مدرسة ولا مدرس يكون بعدهم عم يتبعوا هيدا الأسلوب النفسي المدمر للأطفال منكبر ونحن عم نفكر أنه القوة هي أنك تكون أفضل من غيرك القوة هي أنك تتفوق على غيرك القوة هي أنك تقدر تتنافس مع غيرك القوة بتصير وسواس بخلينا عطول عدائيين تجاه كل الناس لأنه يا هنة يا نحن ولا مرة تعلمنا أنه القوة هي أنك تستخدم كل طاقتك قدمة فيك حتى تحقق الشيء يلي بيخليك مرتاح مع نفسك شيء يلي بتقدر عليه كرميلك أنت مش حتى ترضي أي حدا أو حتى تحقق حلم شخص تاني كلنا منفكر أنه القوة هي شيء سر عظيم شيء موهبة من عند الله الله عطاها لناس وحرم ناس منها أو بتفكر أنه القوة هي أنك تتخلى عن كل قيامك ومبادئك وأخلاقك حتى تقدر تحمي حالك تعودنا أنه القوة هي الشيء يلي منشوفه قوي لكن ما حدا منا بيعرف أي شيء عن المعارك يلي بيخوضها الإنسان حتى يوصل أو يتعلم يكون قوي الانتصار النجاح بأي موقف نحن منكون فيه ضعاف سبب منه القوة ولكن التدرب تدريب النفس على المهارات والأدرات واستخدام المصادر يلي الله وضعها بكل إنسان ولا أجل كل إنسان بسفر الجامعة والإصحاح عشرة والعدد عشرة نتعلم واحد من أهم الدروس عن القوة إن كل الحديد ولم يسنن هو حده فليزد القوة أما الحكمة فنافعة للإنجاح إذا كل الحديد يعني أي أداة عم نستخدمها لمعيشتنا لحياتنا من زمان كان الإنسان يستخدم الفأس حتى يقطع الحطب وكان يستخدم الرمح للصيد وكان يستخدم السيف للدفاع عن النفس فإذا كل الحديد يعني إذا الحديد ما كان عم يقطع ما كان عم يكون قوي لازم نحن نستخدم قوتنا بشكل كتير أكبر لكن القوة الحقيقية للنجاح هي الحكمة الحكمة بقلنا الكتاب المقدس نافعة للإنجاح شو هي الحكمة؟ الحكمة بالنسبة لقلنا كمان مفهوم مبهم مش واضح مثل القوة مثل الضعف ما منعرف شو القوة شو الضعف شو الحكمة وكأنه كلها حالات غامضة منفكر يأما نحن منخلق قوايا نخلق حكماء من حكمة يأما نحن منخلق ضعاف ومحرومين من الحكمة الحكمة هي مجموعة الخبرة والمعرفة وطريقة الحكم على الأمور فإذا الخبرة والمعرفة وطريقة الحكم على الأمور هاي هي الحكمة كل واحد مننا بيصير يتصرف بحكمة لما منتعلم من تجاربنا الفاشلة والناجحة بنفس الوقت لما منفتح عقلنا لنعرف أشياء جديدة الهائمة لحياتنا لما منتعلم أشياء جديدة بيصير عندنا حكمة لما منترك الأعناد ومنتصرف بمرونة قدام المشاكل وقدام الخسارة الحكمة هي أنه نحكم على الأمور بموضوعية من دون أوهام وانطلاءا من المبادئ والقيم يلي بتجيب الخير على حياتنا كلنا منعرف والد ديزني أقوى اسم تقريبا بعالم الصور المتحركة لأنه كلنا تربينا مع ميكي ماوس الفار الشهير ميكي يلي اخترعوا والد ديزني لكن قلال بيعرفوا أن والد ديزني كان يأكل بوقت من الأوقات من برميل النفايات برميل الزبالي وهونيك ببرميل النفايات والد ديزني تلاقى بالفار الحقيقي يلي سميه ميكي واستوحى منه شخصية ميكي ماوس عشر سنين حاول والد ديزني أنه يعمل شي بعالم الكرتون وكل مرة كان يفشل ويخسر كل شي وكانت الديون تتراكم عليه وكل أصدقاءه تركوه بسبب فشله كلنا منعرف والد ديزني منعرف ديزني وورلد منعرف ديزني لاند أولادنا بيلبسوا تي شيرت ميكي ماوس بس ما حدا مننا بيعرف كم معركي واجهه والد قبل ما يقدر يخلق ميكي كل الأشخاص يلي منشوف أنه عندهم قوة جواتهم بنوا نجاحهم من تجاربهم الفاشل القوة الداخلية ما بتعني أنه أنا ما بشعر بالضعف ولكن أنه درّب نفسي واجه التحديات بكل شي أنا بملكه عندي تحدي عندي مصادر شو هو التحدي شو أنا بقدر استخدم من مصادري مقبيل هيدا التحدي اللي أنا عندي كل مصار حياتنا من طبخ صغيري بالبيت لترتيب البيت لعلاقاتنا مع أصدقائنا لنجاحنا بأول امتحان بالمدرسة لأكبر مشروع ممكن نعمله هاي كلها مقلة علاقة لا بمواهبنا لا بيقوة شخصيتنا ولا بتصميمنا على النجاح وإصرارنا ولكن كيف نحنا بنستخدم كل مصادرنا كل شي الله وضعه بين إيدينا حتى نواجه التحديات والصعوبات كل يوم بيومه بتدرب وبحكمه نجاحنا بيتعلق بالظروف وكيف نحنا بنتعامل مع التحديات ياللي بتجيبها الظروف قدام كل تحدي يا أما منستخدم مصادرنا منحارب بقوة يا أما منتراجع ومنبقى بمحلنا يمكن عم تسأله طب أنا شو عندي اليوم مصادر الله مصدر قوي لك الإنسان العالم الحياة هي مصدر قوي لك الإنسان نفسنا خزان قوي لكن هل نحن عنا الجرأة أنه نكتشف شو فيه بداخل نفوسنا نوعى لحقيقة نفوسنا إذا نظرنا لحياة موسى بالكتاب المقدس كل واحد مننا بيقدر يشوف نفسه مكان موسى من حياة موسى منقدر نشوف حياة الإنسان الطبيعي وهون منشوف أول سبب بيخلينا نفقد قوتنا الداخلية أول سبب نحن منفقد قوتنا الداخلية شجاعة قلوبنا وجرأتنا لما منختار أنه نتراجع ونتقوقع بدل ما نختار النمو لما منختار الأمان المزيف بدل ما نختار مواجهة النحديات بكل المصادر يلي الله يعطينا إياها بوقت من الأوقات موسى قتل أحد المصريين لأنه كان عم يضرب واحد من العبرانيين فرعون أمر بقتل موسى هرب موسى للبرية وتخبأ أربعين سنة بالبرية كلنا منعزل حالنا لما منفشل لما منعمل شي غلط كل واحد مننا عنده برية بتخصه بيهرب عليها حتى ما حدا يعرفتنا قديش نحنا فياشلين حتى ما حدا يشوفنا قديش ضعاف حتى ما حدا يشوف يلي نحنا مخبيينه جواتنا مرات منقطع علاقاتنا مع الناس منسكر قلوبنا مرات منغرأ بالشغل البعض بيهربوا يمكن لمطارح ما حدا بيعرفهم حتى يعملوا الأشياء يلي بتنسيهم حالهم وبتنسيهم شعور الفشل والضعف حتى ينسوا الأشياء يلي عملوها موسى كان بدوا ينسها ما بدوا يتذكر وما بدوا حدا يتذكر هو شو عميل لكن احنا ما فينا ننسى أد ما نحاول أد ما نتخبى والله ما بينسى الله ما بينسى ولا واحد مننا حتى بالبرية الله عم يفتش عن كل إنسان وخاصة عن الإنسان يلي بيفكر أنه البرية الغربة العزلة هي أفضل مكان إله الله لقى موسى بالبرية بالمطرح يلي كان موسى موجود فيه وهيدي هي محبة الله للإنسان إنه لقينا بالمطرح يلي نحنا موجودين فيه بالمطرح يلي مخبيين الإشياء بالمطرح يلي بخلينا نشعر بالنقص مطرح ما نحنا هربنين وخيفين مطرح ما نحنا شعرين بالعار والزنب مطرح ما نحنا معزولين عن الحياة الطبيعية عن الحياة يلي فيها زخم بهذه البرية خلال التجربة الصعبة الله بيفتح باب جديد من خلال كل الضعف عنا فرصة أنه نصير أقوى منشوف بسفر الخروج الله أعلن لموسى عن مخطط جديد لحياته من قاتل وراعي غنم وهارب من وجه العدالة إلى قائد إلى الإنسان الله بده يستخدمه لتحرير شعب مستعبد لتحرير ناس مأهورين موسى اختبر عبودية الخوف وعبودية الإحساس بالذنب والعار واختبر مشاعر القهر والعزل عن المحبة الله شاف بموسى الشخص المناسب تقدر يفهم احتياج الإنسان لحياة فيها كرامي لأنه موسى اختبر الحياة يلي فيها خوف اختبر القيود النفسية الله قاله لموسى رح كون معك بذراع قوي لقيادة الشعب لكن انت يلي لازم تروح انت لازم تقوم انت لازم تطلع من البري وقاله لموسى رح أعطيك عصى قديمك تحدي لكن رح أعطيك مصادر وبهي دي العصى رح تقدر تعمل اشي كتير كبيرة آيات الناس رح يشوفوا انه أنا معك وانه أنا يلي أرسلتك ولكن منشوف موسى بيقاطع الرب بينما الرب عم يتكلم الرب عم يقل له اسمع يا موسى وموسى بيقول للرب بسفر الخروج والأصحاح أربع ابتداء من الاي عشرة استمع أيها السيد الله عم بيقول لموسى سماي عندي فرصة جديدة لحياتك وأنا رح كون معك بكل خطوة بكل قوتي لكن موسى بيقول للرب استمع أيها السيد لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ولا حين كلمت عبدك بل أنا ثقيل الفم واللسان أنا ثقيل الفم واللسان الله عم يقول لموسى سماعت أنا بدي أغير حياتك بدي أطلعك من السجن يلي أنت عايش فيه بديك تتعاون معي بس تتعاون معي كون شريكي لكن موسى مش شايف إلا ضعفاته أنا ثقيل الفم أنا ثقيل اللسان لست صاحب كلام أنا مش مثل كل العالم أنا ما في يكون قد العالم شو أنت عم تقول له للرب اليوم ما في حدا حدي ما عندي شي أنا شخص ضعيف قد ما استخدمت كل شي عندي إياه ما رح أقدر أوصل صلي سنين عم حاول أوصل للمطرح يلي بيريحني ومش عم بقدر أوصل السؤال هل فعلا أنت استخدمت كل المصادر يلي الله أعطاك إياها هل عم تكون قوي بالخيار الوحيد يلي قدامك اليوم شو هو بخيارك الوحيد اليوم هل أنت لاجئ اخسرت كل شي خيارك الوحيد اليوم أنك تبدأ من الصفر هيدا خيار أنك ترفض الموت هيدا خيار أنك تهتم بصحتك أنك تهتم بحياتك الروحية أنك تلتفت للمصادر حتى المصادر الصغيرة يلي الله عم يعطيك إياها اليوم من خلال المساعدات القليلة هيدا مصادر فيك تختارة بكل بري بكل غرب لدينا فرصة أنه نطلع منها أقوى بكتير مما كلنا كلنا منقول بسمع كتير هيدا الكلام ويمكن أنا مرات كتير كل يلي بدنا إياه كل يلي بد إياه من الحياة هو فرصة جديدة بس حدا يفتح لي باب بس حدا يفتح لي باب لكن بالحقيقة مش كل مرة الله عم يعطينا فرصة وعم يفتح لنا باب نحنا عم نستغل له لا جواد كل واحد مننا في قوتين بيعملوا فينا وبيلعبوا فينا كل قوة بتشدنا لمال قوة بتشدنا لهالمال قوة بتشدنا لهالمال من جهها بدنا نتغير وننمى ونكبر ونتطور ونمشي لقدام بدنا نستغل كل طاقاتنا ومواهبنا قدام العالم كله بدنا نكون أشخاص فريدين ومميزين لكن بالوقت نفسه عنا خوف من النمو عنا خوف من الخطوات الجديدة عنا خوف أنه نخسر أكتر من الإشياء اللي خسرناها بالأول عنا خوف من الحرية عنا خوف من الاستقلالية أنا لقايت أنه أكبر رعب بحياتنا ولسيما بمجتمعاتنا العربية هو رعب الحياة المستقلة أنه نحنا نكون مسؤولين عن نفسنا ونخلي كل إنسان يكون مسؤول عن نفسه عنا خوف أنه نواجه الحياة بمصادرنا الصغيرة عنا خوف أنه نترك ياللي ورانا ونمشي لقدامه وهي دا الخوف بيصير نوع من الأمان المزيف خط دفاع وهمي نتخبى وراه تماماً مثل ما عمل موسى عايش معزول بالبرية عايش بخوف بسبب ماضي بالوقت نفسه صار يشوف أنه البرية هي مطرح أمين المكان الموحش الفاضي صار أمين لا لأنه خايف من مواجهة العالم الخارجي خايف من أي تجربة جديدة كلنا بدنا الله يعمل إشياء بحياتنا وكرمي لنا لكن ما حدا مننا مستعد يغير أي شي بنفسه أو بحياته الله بيعرف أنه موسى ثقيل الفم واللسان ومش صاحب كلام الله بيعرف أنه مش كل واحد فينا مثل التاني بيعرف شو عنا وقديش قدرتنا الله ذكر موسى من صنع للإنسان فمن أو من يصنع أخرص أو أصم أو بصيراً أو أعلى هو أنا الرب هو أنا الرب فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم فالآن اذهب لوين لازم تروح اليوم؟ شو لازم تعمل؟ كيف لازم توقف اليوم؟ الله عن بيقلك اليوم اليوم اذهب عندك كتير مصادر كلمة الله ما بتعطينا بس قوي بتعطينا عمل الكلمة بحياتنا كلمة الله بتعطينا حكمة الفكر الإلهي بتعطينا الإرشاد الصالح ولكن كمان الله بيعطينا مصادر على طول الطريق حتى نحنا نتحرك حتى نختبر الإشياء حتى ننمى ونتغير من كل من خلال كل الظروف يلي بتواجهنا بالحياة الله عطى موسى عصر في شيء الله عطاك إياه وبدو إياك تستخدم الشيء يلي الله عطاك إياه من دون أي خوف بغض النظر شو الأشخاص يلي حولك بدن منك بغض النظر شو عم بيفكروا فيك فيه إشياء كتير بالعالم عم تشتغل لمصلحتنا لحياتنا لكن نحنا لازم ناخد الخطوة والخيار ونقرر فيه أرار أنه نترك المطرح يلي نحنا خايفين نتركه المطرح يلي نحنا مخبيين فيه نحنا والله شركاء بالعمل الله قال له لموسى اذهب وأنا أكون مع فمك اذهب وأنا أعلمك ما تتكلم به ولكن أنت الإجران والإيدان أنت الشخص يلي رح ياخد الطريق وأنت يلي رح تواجه التحديات الكتاب لمقدس ولا مرة بيقول أنه الإيمان بيعني أنه نحنا معفيين من الأرار والعمل الكتاب لمقدس ما بيعلمنا أنه الإيمان هو أنه نتجاهل الواقع أنه ننتظر حلول سحرية أنه نركع ونظلنا نصلي الإيمان هو أنه نتعامل مع واقعنا شو ما كان الواقع؟ بكل شجاعة رب يسوع بيقول بإنجيل لوأة والإصحاح السابع فكل من يسمع أقوالي هذا ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر من يسمع ويعمل من يعمل يبني على الصخر السبب الثاني اللي بيخلينا نفقد قوتنا الداخلية هو تجاهل مصادرنا الداخلية تجاهل الطاقة الموهبة الحاجية لجواتنا الإدرة لجواتنا أنت الواحد مننا بيصير عنده يعني شجاعة واستعداد وحماس أنه يجازف أو يتصرف بقوة أنه ياخد خطوة جديدة مع أنه خايف مع أنه يمكن يكون فيه خطر أنت منكون متشوقين للخطوة الثانية اللي راح نعملها للخطوة الجديدة مع أنه يمكن فشلنا أول مرة نحن منتحمس لما منقدر نشوف بقلبنا أنه الخطوة اللي راح ناخدها راح تكون سبب فرح لإلنا لإلنا وحدنا سبب رضا لأنه خطوة صحيحة لأنه أفضل خطوة لحياتنا لأنه المطرح اللي نحن فيه نحن مش فرحنين مرات الشاب بيكون بده يتعلم موسيقى وبيشعر إذا كتب موسيقى أو إذا عزف موسيقى أنه أسعد إنسان بالكون متصالح مع نفسه متصالح مع العالم لكن الأهل بدون إياه محامي بدون إياه باش مهندس لأنه الفن عيب لأنه الفن ما بيطعمي خبز يمكن الشاب يفرض على نفسه أنه يعمل يلي أهله بدون إياه لكن ما راح يكون عنده حماس لأي شيء بالحياة وما راح يقدر يعيش فرحان لأنه ترك حلمه وعمل الشيء للمجتمع بدون إياه الشيء اللي بيعطيه مركز كبير بين الناس الشيء الوحيد يعني بيخلق فينا الدافع حتى نعيش حياة فيها قوة حتى يكون عندنا قوة بنفوسنا من جوا وما نستسلم هو الشيء اللي بيخلينا نشعر بالاكتمال لما حلمنا وموهبتنا بيشتغلوا مع بعض لما بنشعر أنه يلي جواتنا منسجم مع الأشياء يلي نحنا عم نعملها كل يوم يلي جواتنا منسجم مع الأشياء يلي عم نعملها كل يوم يلي عم نعمله اليوم بينسجم مع مع الشيء يلي عم نحلم فيه بكرة بيسفر أيوب منشوف أيوب شعر بالفشل الكامل خسرقوته النفسية والروحية مش بسبب الخسارة الكبيرة مع أنه هيدا الخسارة الكبيرة ممكن تسبب يعني مش بس ضعف ولكن انهيار كامل لكل إنسان ولكن أيوب شعر بالضعف لأنه مش قادر يشوف أنه بكرة رح يكون أفضل من اليوم إذا صبرت اليوم إذا تمسكت بقوتي اليوم هل في شيء رح يتغير بكرة إذا نحن مش محمسين لشيء يلي عم نعمله ويلي رح نعمله بكرة بنفقد قوتنا بنسمع أيوب بيقول ما هي قوتي حتى أنتظر وما هي نهايتي حتى أصبر نفسي لو بعرف لو بعرف شو بكرة مخبيلي كنت بصبر حالي كنت بصبر نفسي لكن بالواقع ما حدا مننا بيعرف شو بكرة مخبيلي مواجهة الضعف هي أنه نستخدم كل مصادرنا يلي الله عطانا إياها باللحظة يلي نحن فيها بالموقف الضعيف السبب الثالث يلي بيخلينا ما يكون عنا قوة داخلية هو خوفنا من الخيار الوحيد يلي قدامنا مرات بيكون في خيار وحيد قدامنا منخاف منه منستخف بمصادرنا بهيدا الوقت منستخف بالقوية لجواتنا لأنه قدامنا خيار وحيد وما في غيره وهيدا الخيار نحن ما منحبه أحيانا منلاقي حالنا أنه أسهل علينا نعيش كضحية بدل ما نوقف بوج الظرف أحيانا منغير كل ما بدئنا وأنعاتنا لما ظروفنا منتغير إذا الناس يلي حدي عندهم ضوابط أنا عندي ضوابط إذا أنا بين أشخاص ما عندهم احترام لأي قوانين أو مبادئ بتصرف مثل ما هني بيتصرفوا لكن الثمن بيكون أنه قوتي قوة نفسي صفاء ضميري قوة كلمتي حتى شجاعتي كلها بتضعف لما أنا بتخلى عن مبادئ أحيانا منختار أنه نعيش على الظروف وعلى الأشخاص وعلى الحياة بدل ما ناخد الخيار الوحيد يلي قدامنا يلي من خلاله رح نسترجع قوتنا كلمة الله بتعلمنا بالمزمور 126 عدد 16 أو عدد 6 أذهب ذهابا بالبكاء حاملا مبذر الزرع مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه فينا نبكي البكي تعبير عن أحاسيس القلب الصادقة ولكن ما فينا نبكي وننزوي وننطوي وننعزل لكن حاملين مبذر الزرع شو عندك بذور اليوم شو عندك موني مخباية بقلبك شو عندك بذور مخباية بنفسك زرعها اليوم تتحصدها بكرة في ثلاث أشخاص في الكتاب المقدس كلهم ظروف كانت ضدهم وكلهم كان فيهم يضلوا يبكوا كل العمر على حالهم وعلى ظروفهم ويحقدوا على الحياة هنا يوسف لابن المدلة اللي يعقوب دانيال أحد أنبياء الله والابن يلي خلق وبتمه ملعق الدهب يلي منسميه الابن الضال يوسف بعو إخواته وصار خادم بمصر بسفر التكوين الإصحاح تسعة وثلاثين منشوف أنه رئيس شرط فرعون فوتيفار اشترى يوسف وبالعدد أربع مقرة فواجد يوسف نعمة في عينيه فخدمه شوف الخيار يلي كان قدام يوسف فوجد نعمة في عينيه وجد نعمة بعيني فوتيفار فخدمه صار خادم عن فوتيفار يوسف الابن المفضل عند بيه الابن المميز ابن الدلال ابن العز بيقلك وجد نعمة فصار خادما اليوم الشاب بده أحد السيارة حتى ما يحس أقل من رفقاته بده تياب كل من مصممين عالميين أحلى ما يكون موقف محرج بين أصحابه عمنا اشتراك بأفضل نادي رياضي عضلاته قوية لكن من جو قلبه ضعيف بيقلك مش عارف حالي شو بدي يوسف كان قدامه خيار وحيد أنه يكون خادم فاستخدم قوته من جوه قوة قلبه استخدم المحب ياللي تعلمه من بيه الإيمان ياللي أخده من بيه المبادئ ياللي ترب علي الروح الإيجابية ياللي جواته الاعتزاز بقيمته ذاتي كونه خادم ما خليه ولا لحظة يحس أنه هو أقل من أي شخص ولا لحظة تعامل مع نفسه يا ويلي على حالك يا يوسف شو صار فيك يا يوسف بالسجن كان عم يساعد الأشخاص ياللي احتاجوا لنصيحة وإرشاد كل شي عنده ياجواته يوسف استخدمه بقوة كان ممكن يكون أضعف إنسان بالكون بسبب ظروفه ولكن لأنه استخدم كل شي يواجه تحديات ظروفه طلاع من الألم والمعاناة أقوى إنسان دانيال لما كان أسير ببابل وسجن كانت أوامر الملك أنه ييكل من أكل الملك ولكن رفض الأوامر مع أنه كان موقفه ضعيف وكان سجين وممكن يتعرض للأتل لو رفض الأوامر الكتاب لمقدس بعلمنا أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطيب الملك ولا بخمر مشروبهم دانيال صمم بقلبه أنه ما رح يتنازل عن مبادئه عن قيم وعن الشي يلي بيشوفه صح لو قد ما يكون موقفه خطير وضعيف وهيدا التمسك بالحق عطى دانيال قوة الإبن الضال بلوقه 15-18 منشوف أنه الإبن ضيع كل ثاروته خرب حياته خسر كل شي كان عنده خيار وحيد يرجع لعند بيه مع أنه الرجوع لعند بيه يعني الاعتراف بالغلط طلب الغفران الاعتراف أنه أفكاره وخياراته كلها كانت غلط الإبن الضال كان بموقف ضعيف جدا لكن شجاعة القلب والرجوع للنفس بتواضع والفكر الموضوعي والحكم على الأمور بشكل صحيح خليه يكون أوي بالخيار الوحيد يلي قدامه فقال أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك كان فيه بقى تايه ضايع عايش بمشاعر العار والزنب والحقدة للحياة لكن اختار المخاطرة هذه المخاطرة أعطته فرصة لحياة جديدة للارتباط مع أهله ومع بيه بالمحبة هذا هو النمو والتغيير في مقابل الأمان المزيف إذا كانت حلقة اليوم لمسي تقلوبكم أو أي حلقة من حلقات برنامج بلاقيود أحب أسمع منكم على comments at بلاقيود dot com ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر